نرجع تاني وخلينا نرحب طبعا بنجمنا كابتن حسام حسن محللنا في كورا كل يوم زي كابتن حسام؟ يا كابتن مصر منور عملي ايه اخبارها راجيح الحمد لله اشترتم سريع وبطولة افريقيا اه اخبارك ايه تمام الحمد لله تمام طب سريعا طول ايه بقى عن منتخب مصر في مباراة 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 وصعودنا لدور الستاشر وايه المتوقع فيما هو قادم وطبعا مش عايز اقوله ان احنا مكسوفين من شكل واداة منتخب مصر الفترة الاخيرة ما كناش متوقعين الاداة ولا الظهور ده انا شايف البطولة مش صعبة للدرجة دي اه البطولة في متناول الناس كلها والاداة والرتم بتاع الفرقة كلها واضح ان في تطوره بالذات الفرقة الصغيرة وشفنا من شوية خروج الجزائر برضو في حالة غير متوقعة الجزائر ايه خصر مرتانية مع الرابع بالضبط لان يتعادل اول ماتشين قدام بوركينة وانجولا وخصر المباراة الثالثة وده الخروج التاني على التوالي بالنسبة للجزائر مع جمال بالماضي من الدور المجموعية بالضبط فانا شايف منتخب مصر بنشتغل كويس جدا على مستوى المنظومة الهجومية لكن عندنا طبعا مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للجزء الدفاعي وده يخلينا نرجع للبطولة بتاعت الكاميرون بالنسبة لمستر كيروش رغم ان الناس كلها كانت بتنتقد الرجل ده انه كان بيبني منظومة دفاعية قوية وده كان بيجي على حساب الجزء الهجومي لكن قدر ينجح انه ياخد منتخب مصر من الادوار التمهدية دور المجموعات رغم هزمتنا في المباراة الاولى قدامنا جيريا الا انه هو وصل بنا فينا على حساب فرق كبيرة جدا كان في طريقك المغرب كان في طريقك سحل العاق كان في طريقك الكاميرون لكن قدرت تتفاق على كل الناس دي حتى هزمتك امام السنغال في المباراة انها كانت عن طريق ركلات الجزائر التربحية فده بيبينلك انا وجهت نظر يعني ان مستر فيتوريا مدرب كويس اوه اتكلمنا عليه كويس جدا قبل البطولة لكن الراجل لما تحطف لفل محل طاقين بالنسبة له كمدرب وبالنسبة للفرقة على المستوى السيستم واسلوب اللعب لا فيه دفاعات كتيرة جدا وواضح انه ما بيشتغلش على الكلام ده لكن مكسب طبعا مهم بالنسبة لنا او صعود مهم بالنسبة لنا رغم التعادل مش هنختلف كتير اهم حاجة ان انت تصعد واما حاجة ان انت تعد المرحلة اللي جاية وتفكر في اللي جاية ممكن المراحل تختلف اللعيبة تركيزها يعلى اهتمامها يعلى المشاكل تقل يعني ده يفكر طيب على مستوى التشكيلة كابتن حسين شايف التشكيل المثالي لمنتخب مصر في المباراة اللي جاية يكون ازاي اه لو حركت في تكر انا على طول دايما بما حركت هنا بنقد نختلف انا وانت على ان المنتخب لازم يلعب بتنين مهاجمين وانت تقول لي لا احنا منتخب مصر 4-3-3 انا وجهة نظري لا انا مش بقول كده على وجهة نظري انا اتمنى على فكرة انا من بحب الفرقة والمنتخبات اللي لعب بمهاجمين اتنين انا شايف انا وجهة نظر فيتوريا ان هو عودنا على 4-3 داتا مهاجم واحد ماشا اعود على 4-3-3 لما يكون عندي لعيبة تقدر تنجح لطريقة اللعبة احنا بنلعب 4-3-3 واحنا اصلا كسيستم وستايل لعبة في الدوري لعيبة وامكانيات واسلوب في الاندية ما يتمشاش معانا بدالين احنا لما بنلعب 4-2-3-1 او بنلعب مثلا ب2 مهاجمين صراح بترجع وبتكسب ماتش موزنبيك ما كسبتش ورجعت او ما رجعتش للمباراة وتعدلت غير لما لعبت ب2 مهاجمين ماتش التاني بتاع غانا ما رجعتش للمباراة وتعدلت غير لما لعبت ب2 مهاجمين ماتش التالت ما تقدمتش ورجعت وتأخرت وتقدمت غير لما لعبت باتنين مهاجمين فكرة ان انت تلعب بمواجم واحد صعبة لان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في التمانيتين بتوع نص الملعب مع احترامي الكامل لامام عشور لعيب عالمي ولعيب جامد جدا امكانيات رهيبة نفس الكلام حمد فتحي نفس الكلام النيني او مران عطيه ايا نكمل اللي بيلعب في الجزئية دي بس لا بيبقى فيه ضغطات رهيبة وانا شاف ان مفيش ترابط وعدم وجود الترابط ده هو اللي عامل الازمة الكبيرة في المنتخب في مشكلة في نص الملعب مشكلة في كل الخطوط يعني طيب التشكيل ايه اللي شايفه الافضل المناسب لمنتخب مصر بعد اصابة صلاح بعد اصابة النهاردة محمد الشناوي وطبعا بعد اصابة الشناوي ابو جبل اكيد هيكون لي دور او محمد صبح ايا نكمل جبل انه هو محمد ابو جبل لعب نزل مكانه ماتش اللي فيه يعني عنده الخبرات الافريقية وعمل بطولة كبيرة جدا في الكاميرون النسخة اللي فاتت اعتقل ان التشكيل انا وجهة نظر لازم نلعب باثنين في نص الملعب اربعة اتنين تلاتة واحد قولي اسماء محمد هاني وحجازي ومحمد عبد المنعم ونلعب بمحمد حمدي ناحية الشمال مران عطية وامام عشور اتنين دفندرين ونلعب ممكن عمر مرموش او زيزو تحت الفيرود ولعب عمر مرموش وتريزيجي واحد هنا وواحد هنا اولا اللي انا عايزه انا شافح ان احنا لو اشتغلنا كده زيزو مران عطية مران عطية وامام عشور وامام يبقى مران راجل اجريزيف وقدامهم زيزو وقوة بيشتغل مرموش مرموش تريزيجي مصطفى محمد مصطفى محمد وتحتهم زيزو لو انا احتاجت في المباراة ان المتش يجبرني ان انا لعب اربعة تلات تلاتة ووقف النص الملعب هسقط زيزو جنب امامه جنب مرانه بالنسبة لي الموضوع مفيش مشكلة في نفس الوقت بيعندي السرعات اللي تخليني نجح طريق التحولات الهجومية بتاعتي عن طريق الرزيجي والمهارة عن طريق مرموش والمهارة عن طريق مصطفى محمد اعتقد ان تلاتة دي في بينهم ربط كويس وفي كيميا كويسة ما بينهم يعني طيب هنتلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع كابتن حسام حسن بعد الفاصل ان شاء الله نرجع تاني مع كابتن حسام حسن ويعني بينه احنا في الفاصل تسألته عن المنتخب قال لي فيه مشاكل فيه النواحي الدفاعية والارتداد الدفاعي لمنتخب مصر هتشرحها لنا يا حسام يعني طبعا زي ما قلت الحركة كابتن كريم منتخب مصر عنده معاناة كبيرة جدا بالنسبة لمعدلات التهديف اللي بتخش مرمونا ستة اهداف في ثلاث مطشاط انت بتسجل فبالتالي عندك الناس اللي بتلعب في الجزء الامامي بتعمل شغلها مصطفى محمد وباقي المجموعة تريزيجية عمر مرموش لكن بتستقبل عدد كبير جدا للأسف الشديد الناس كلها في مصر كمحللين جمهور كل الناس حتى عتاب وضغط غير طبيعي على المدفعين سواء احمد حجازي او محمد عبد منعم او حمدي او هاني او عمر كمال او فتوح اي ونسي بقية الخطوط احنا للأسف لو نتكلم على فيتوريا الراجل بلعب بمنظومة لعبي بقال له سنة ونص اربعة ثلاثة ثلاثة طب انا النهاردة لما بلعب اربعة ثلاثة ثلاثة بلعب بشكل عامل ازاي بلعب اربعة ثلاثة ثلاثة عشان يبقى عندي شك هجومي وعندي شك دفاعي الشك الهجومي زي ما حضراك شايف انتشاري بالشكل ده ترابط الخطوط ما بينها وما بين بعضها بالمنظر ده عندي كسافة في منطقة نص الملعب عشان اقدر اعمل استحواز عندي كسافة في منطقة الامامية عشان اقدر ان انا افرد السيطرة بتاعتي وترجم الفرص بتاعتي ولما برجع ادافع الارتداد الدفاعي لازم يكون بالمنظر ده يبقى عندي كسافة في نص ملعبي يبقى عندي تكتلات دفاعية مفروض نكون كده مفروض نكون كده بالشكل ده الاطراف فاتحين بالمنظر ده المهاجم بتاعي يبقى على الدايرة تلاتة بتوع نص الملعب وقفين بالشكل ده استرى كوي جدا او حاقة صد حاقة صد قدام الرباعي خط الدار وبالتالي مش هيبه عندك اختراجات من العمق بالتالي واحد على واحد محدش يقدر اتفاق عليك لكن للأسف في كل الماتشوات او المواقف محمد حمدي بيتحطف مواقف واحد على واحد محدش بيعمل معه مساندة دفاعية فممكن بيتضرب بسهولة نفس الكلام عمر كمال او نفس الكلام بالنسبة لمحمد هاني اللي اتنين السنتر بكين مساحة كبيرة جدا ما بينهم وللأسف اللي بيلعب رقم ستة سواء مروان او النني او حمدي ايا ان كان التلاتة بيبعندهم اخطاء كبيرة جدا في حتة التغطية وان انا ازاي اعمل الادوار المهمة بتاعتي اللي كان بيعملها قبل كده طرق حامد يعني طرق حامد رغم انه مش موجود لكن كان ليه دور غير طبيعي في القصة دي وكان بيقدر انه يشيل الهم كبير جدا على الاربع مدفعين اللي بيلعبه وراه وزي ما انت حراك شايف الرسمة مثلا هنا على سبيل المثال الكرة بتطلع على الاطراف بيبقى فيه ترحيل بالمنظر ده الباكي الشمال بيطلع يقابل في ظهره المساك نفس الكلام لو الكرة راحت من ناحية التانية مثلا الجابهة العكسية هتلاقي الباكي اليمين هو اللي بيطلع المساكي اللي في ظهره بيرحل وراه المساكي التاني بيرحل الباكي العكسي بيدم التلاتة بتوع نص الملعب بيبقى منظرهم كده والاطراف اللي عندك اللي هم اللي ونجات بينزلوا في نص الملعب وبتلعب بالمنظر ده مستحيل اي فرقة تختارك تقدر نقاط تختاركك باي شكل من الاشكال ولو بصنا وشفنا كل الفرق الكبيرة اللي ما بيخشش في مرمى اهداف بتلعب وبتشتغل بالمنظر ده وده المنظر اللي كان بيلعب به كيروش في بطولة الكاميرون بص بقى حراك احنا بقى بنشتغل ازاي رغم ان فيتوريا بنقول بلعب 4-3-3 ده شكلنا وحنا بنلعب 4-3-3 الكرة مش معنا ده الجول الاول بتاع غانا اللي دخل مرمانا بص المساحة الكبيرة اللي موجودة في خط ظهر لعبة نص الملعب جاب كبير اوي ما بين خط الظهر عندنا وما بين لعبة نص الملعب فيه الناس اللي هم ابيض بتاعغانا لوحدهم كمان لوحدهم اه انت دي الكرة برضو نفس الكلام مساحة كبيرة جدا في ظهر الثلاثة بتاع نص الملعب وان احنا المشكلة ان احنا بنحل احنا بنروح نوصل عند الراجل وما بيبقاش فيه ضغط وفي مساحة كبيرة طبعا زي محرك شايفة لما بين حجازي ومحمد عبد منعيم سهل اوي ان يتم الاختراك فيها ودي اللي تشاط فيها محمد كدوس الهدف اللي تم تسجيله ده الهدف طبعا الاول بتاع موزنبيك برضو نفس الفكرة التلاتة بتاع نص الملعب ماتشل الرأس الاخضر ماتشل الرأس الاخضر حمدي فتحي امام عشور مران عطية التلاتة في حتة واحدة بص الفريس بيس اللي قرأهم في ظهرهم قدية هتمشي بالكرة شوية راحت الكرة عدت من امام عشور ودخلت على احمد فتوح مران عطية حمدي فتحي لا نرجع تاني مران عطية حمدي فتحي احمد فتح خلاص امام وقعت زحلة وخرج برا الكرة المفروب مين اللي يضم على فتح في الكرة دي مفروب محمد عبد منعيم هو اللي يقرب عشان لو الكرة تلعبت للراجل اللي موجود في التريانجل او المسلس ده يقدر انه يقابله الكرة تلعبت للراجل فعلا برضو محمد عبد منعيم لسه واقف مكانه وحمدي فتحي نرجع بس الحتة دي في تاني حمدي فتحي بعد كل ده ما حصل يعني احنا عدنا كدر اتنين التالت لسه حمدي فتح واقف فين في نص الملعب بعيد لا بعيد جدا مش بعيد بس ده بعيد جدا الطبيعي انه يكون على كوس الـ 18 عشان لو الكرة اتردت يقدر انه يكون حقت الصد بالنسبة للمدافعين نجري شوية الكرة عدت محمد عبد منعيم بدأ يفكر انه يطلع يقابل لابل فتح في ظهره حمدي فتحي كل ده لسه مش موجود في الكدر مين كان بيلعب تالت معنا هنا كان امام عشور خلاص خرج بره الكرة مره انا عطيه بيحاول انه يعمل مسانده مين الهاف العكسي عددهم زيادة عننا لا الهاف العكسي كمان اللي المفروض يكون موجود في الحتة دي مع محمد هاني زيزو زيزو مفروض يكون اعلى وانت هنا بدأت تلعب باثنين دفندرين اي بتلعب بمروان وبتلعب بامام الكرة راحت على محمد حمدي الطبيعي ان الهاف اللي هو تريزيجي يكون موجود معاه او مصطفى فتحي على حسب اختلافهم هنا مصطفى كان موجود مع محمد هاني بص مصطفى فين موجود في دهر محمد هاني بيشتغل كظاهير في ظل ان محمد هاني بيدوم الراجل عدى من محمد حمدي وعمل الكرة بالعرض وبرضه مازال امام عشور متأخر مران عطية متأخر ترزيجي متأخر حتى الكرة لما وقعت من محمد الشناوي الاكشن بتاع اللعيبة بطيء جدا لانهما بعد جدا عن الكرة كمان ممكن حجازي كمان في الموقف ده بمجرد من الراجل عدى خلاص من الشناوي يطلع يقابل لكن هو يعني فضل انه يعمل دليل بحيث انه يحمي الجون لكن طبعا جات عكس التوقع بتاعه الراجل يقدر يشتغل الاربع ايام دول قبل ماتش يوم الحد في دول الستاشر على المشاكل اللي بتواجهنا دي ولا شغلي كتير لا كابتن انا معايا لعيبة كاتجري وليفل عالي لعيبة محترفين استوعبهم بسرعة طبيعي فلازم الاخطاء دي الراجل يعالجها بسرعة الوقفة في الملعب والشغل الكلام دي سريعا اخر حاجة يا حسام تتمنى ان مصر تواجه مين يوم الحد لا ما عنديش مشكلة عايز تكسب وتكمل في البطولة واختسب اي حد واشتغل مع اي حد افضل يعني واكتهد قدام اي حد كله شبه بعض هلعب الكونغو يعني ايه ايه هلعب الكونغو وقل من المغرب مثلا لا طبعا هلعب مثلا المغرب كله شبه بعض ما الكونغو تعادلت مع المغرب فلا كله توقعتك لمنشط بكر مغرب وزنبيا متوقع طبعا مغرب يفوز على زنبيا والكون قدام تنزانيا تونس وجنوب أفريقيا جنوب أفريقيا ومالي ونميبيا بس أتمنى تونس يعني بس جنوب أفريقيا ومالي ومين نميبيا مالي جمدينجا تفتكر لما قلت لك التوقعات المنتخبات عشانيا بأتابع اللعيبة من خلال الدوريات فالتوقعات ماشية كويس يعني مشكورك حسام وان شاء الله نتقبل يا رب كده ان شاء الله الاسبوع الجاي كده قبل مطش مصر والكونغو او مش لسه الله هو اعلم يعني شكلها كده كونغو يوم الاحد القادم انا متوقع بكرة جنوب أفريقيا وتونس تعادل مالي تكسب نميبيا يطلع مالي وجنوب أفريقيا من المجموعة دي والمجموعة بتاعت المغرب وزنبيا متوقع المغرب تكسب زنبيا والكونغو ديمقراطية تكسب تنزانيا واحنا نلاعب الكونغو ديمقراطية دي توقعاتي خلينا نشوف بكرة ايه اللي هيحصل شكرك يا حسام بشكر كل تاكم العمل ونتقبل على خير بكرة ان شاء الله